طيب الحل إيه بقى عشان نخلص من كل المشكلات دي كلها؟ قال الحل هو استراتيجية التنمية المستدامة أو السستانبول ديفيلوبمنت اللي ليها تلت جوانب رئيسي الجوانب الرئيسي هي اللي بتعالج كل هذي المشكلات عشان خطر تحل المشكلة بتعتدي الكوكب كله اللي هي؟ الجانب الأول هو الجانب البيئي إن أنا حافظ على البيئة وحافظ على نظافة البيئة والتوازن البيئي ويبقاش فيه عندي أي مشكلة فيه ما يخص الاختلال التوازن البيئي داخل الكوكب الأرض الجزء الثاني جزء اقتصادي إن أنا أبدأ أفتح مجالات عمل جديدة ويبقى فيه عندي أنشطة صناعية وأنشطة تجارية وأنشطة زراعية خضراء خضراء قائمة على فكرة إن أنا أستوعب هذا العدد الكبير من الشباب اللي بدخل سوء العمل كل سنة وأعمل زي نقول كده إيه واعي من النظام العادي اللي إحنا فيه أو الاقتصاد العادي أو الترديشنال إيكونومي دلوقتي للجرين إيكونومي إيه هو بقى الجرين إيكونومي ده؟ كل حاجة في حياتنا ولكن بدون مبعثات يعني إحنا هنفضل نركب نفس العربية بس بدل ما هنحط مثلا بنزين أو غاز أو أي محروقات من المحروقات دي لا هنستخدم الغاز الطبيعي أو هنستخدم السرارات الكهربية في المستقبل بدل ما يكون في عندنا مثلا الطاقة الكهربية في البيوت تكون استلاكة عالية لا إحنا هنعمل تصميمات معينة لشكل المباني وللقوض وللمساكن يكون في اعتماد أكتر على أشعة الشمس في إضاءة البيوت هنوقف التهدير هنوقف التهديد عن طريق السرارات فنعيد استخدام اللي موجود بشكل مختلف فنقلل الإنبعاثات أو نقلل أضرار قدر الإمكان مع استخدام مصادر مختلفة للطاقة بالضبط عن طريق ترشيد الاستهلاك يعني نبدأ مثلا في الكهرباء أنا مثلا لو بتصدم في البيت مثلا كمية معينة من الكهرباء لأنه لما دمساحة لشعة الشمس لتدخل البيت مثلا في وقت النهار أنا هقلل الاستهلاك بتاعي واعتمد على نور الشمس الطبيعي إن أنا أدخل هنا إذلك بقى في عندنا حتى مرتبط بظهور مبنى العمارة المستدامة أو الهندسة المعمارية المستدامة الجديدة اللي هتعتمد عليه كل حاجة ترشيد استهلاك خفض استهلاك خفض استهلاك خفض استهلاك في الماء خفض استهلاك في الطاقة خفض استهلاك في كل ما يشمل البيت نفسه حتى يعني الكمية الحديد والأسمنت والمستدامة في البناء بتبقى أقل من الكيمات العدالة اللي هنستخدمها التصميم أو الديزاين بتاع البيت يشمل إن فيه تهوية أو نموذج نوع معين من التهوية يخلى الإنسان داخل البيت أو داخل شيئته مش محتاجه مرتاح يسمح بمرور الهواء في أي ضريقة مش مستاهل أو مش مش حايز يفتح التكيب لهو قاعد في بيته مظبوط التهوية جيدة الهواء جيد له من كل حتة في تصميمات معاناة للمباني وللفرضات ما بينها تسمح بمرور الهواء تخلي الأمور أقل في استخدام الطاقة وبالتالي أنا بقال الاستهلاك وحرك بتقال الاستهلاك نيجي في الآخر لمصر كلها بشكل عام وللعالم كله بشكل عام حنلاقي إن الاستهلاك بتاع الكهربة أقل الاستهلاك من للمحروقات أو للطاقة التقليدية أقل ونبدأ نخش في مرحلة خفض الانبعاثات لأن فيه هدف أورادي حطى الأمم المتحدة لهذا الأمر مين بقى اللي بيعمل الكلام ده؟ يعني إحنا ما نحناش السبب إحنا ما كانش اللي ندعو بأي حاجة من دي خالص الدول الصناعية الكبرى هي اللي تسببت في المشكلة دي وإحنا اللي وغدين يعني مبادرة شديدة جدا ووغدين الأثار وتبعات هذا الموضوع وإحنا شايفين بقى فيضانات وحرائق في الغابات هناك يعني مبين بقى مشاكل كبير جدا وفي نفس الوقت إحنا بنحاول إن إحنا نعدل ونرشد ونطور في استهلاكنا ونستخدم وسائل أخرى نظيفة ترجمة نانسي قنقر